ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير وفي احسن حال النهاردة جاي لكم في فيديو جديد وبصوا هي فين اللي قلت لي عملي قرائش الصوج هي فين هي فين عشان هلفوها جيلا يلا يا احلى اخوات في الدنيا تنسوش اللايك وامهاتي حبيب اللي منوريني كده وبركة كده وشرف ليه في قناتي ربنا يخليكم ليه يا رب وبص مش عافة اشكركم من هنا للسنين اللي جاية مش للسنة اللي جاية بس على كلامكم الحلوة على تشجعكم على الدعوة الحلوة اللي اتدعي لي كده من قلبكم ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا ابدا الله العظيم انتم فرحيني جدا بالكومنتات بتاعتكم مخليني ان انا عايزة اقوم اشتغل كل شوية شوفوا الناس الحلوة اللي بتقول كلمة كده كلها خير فبتاخد كده ايه حسنات كده عليها فمنالش دعوة بالناس اللي بتقول كلام مش قدي كده لا يسامحكو يا رب هنا بقى احلى ناس في الدنيا كنت بتحمري ايه بيتها فوف شمر وينسون وتعالوا بقى نعمل ارائيش مع بعض انا طبعا عملتلكوا ارائيش الصوج معرفش مين فيكو اللي كتب لي وفاق اليوتيوب كله بيعمل الارائيش اللي هي الصوج كده عملهانا معاكي ووريهانا الكلام ده كان من بدري يعني فتعالوا شوفوا بقى انا جربتها بس انا في الاخر عملت بتاعتي برضو لاني بتاعتي تلاقيت احسن تعالوا نشوف ده وده انا هنا حمرت كده شمر وينسون على النار لازم ان تديهم كده صدمة الاول وبعد كده قلت هضربهم في الكبة تمام هم طلعوا كتير قوي على الكبة اه فانا قلت ايه خلصت اضربهم على مرتين لازم ان اطحانهم يعني الشمر وينسون يا جماعة انا بحبهم في في القرص في الارائيش بحبهم في المعجنات عامة يعني الناس كلها بقى عملت كحكة وبسكويت وفاق عملت قرائش بص انا بزات جابلك احكي وبسكويت وبديفور بص جبناهم من بره يعني انا جبتهم كده ايه اشتريتهم من بره فما عملتش في البيت تمام تمام هنا بقى تحانتي كده الشمر وينسون انا جبت شوية كتار لاني طبعا لما باجي اعمل القرائش انا بعمل لحبيبي بردك شوية كده فراحي ايه اللي بتحبيهم كده الحاجات البسيطة دي بتفرح يلا بقى اجيب العدة بتاعتك شاف انا علقت كده ليه يلا بقى نجيب العدة بتاعتنا كده وشغلت الايه البتاعة ده اسمه ايه العجين طبعا تعالوا بقى لكم كده المكونات على السريع انا حطيت كيلو دي وحط كيس خميرة وحطي وحط معلقتين شمر وينسون ومعلقة ملح ومعلقتين كبار سمسم ومعلقتين كبار سكر ومعلقة واحدة بكم بودر كبيرة تمام تمام وبعد كده هحط كبايتين زيت او كبايتين اللاروبة يعني تمام مجنبك بقى كبايتين مية ولمي بيهم ايه العجينة دي يا جماعة مقدير الارايش اللي انا بعملها على طول معك ولا ولا لبن ولا اي حاجة دي ارايش كده الاقتصادية بتاعتنا الحلو تمام تمام اقول لك المعدير تاني اقول لك تاني اه كيلو دي علي كيس خميرة عليه معلقتين شمر وينسون كبار اه عليه معلقت ملح صغيرة معلقت آآ معلقتين سمسم معلقتين سكر كبار معلقت بيكم بودر كبيرة وكبايتين زيت ولمي العجينة بقى بالمية حسب ما تحتاج بصوا انا بعد احط المية واحدة واحدة عشان بص اشوفها كده بايديها هتلم تريت الكلام ده كله لاني طبعا الديق بيفرق معاك على طول اقول لكم كده تمام تمام واوحش حاجة بقى ما بحبهاش فيها لما بمشي ورا حد والله العظيم بقى بصوا بحيث ان انا عايز اقوم واضرب نفسي كده في الحيط اهجي بوكسات ايه واه هنا هنا خبطة وهنا راعة وهنا هو ده السبب هو ده السبب عملت القرائش بتاعة السوج انا عايزة اقول لكم يا عجبت عيالي قوي لكن ما عجبتنيش ما اقول لكم الصراحة يعني وهقول لكم برضك ليه يعني هي المقادير هي هي بس هو الفرق في ايه بصة جميع العجينة طبعا انا العجينة ما بتخمرش العجينة على طول انا بشتغل بيها وبعد ما تشتغل وترصصيها في السجد بتسيبها نص ساعة ترتاح ترتاح بس مش اكتر وبعد كده بتحطي بقى في الفرن على طول ولا بعد هنا بقى القرائش بتاعة السوج اللي فين فين طب انت فين بس اللي قلت لي اعمليها انا دخلت شفتي فيديو كده وقلت ما شوفهم بيعملها في السجد ازاي احنا طول عمرنا بنقطعها على الرخامة او على الطابلية بتعود تعمليها يعني ده اللي عارفين فلقيتهم بيعملوها كده انا ما عارفش بقى انا اه فشلت فيها ولا هي بتبقى معهم برضو طرية ما ببانش في التصوير انا بقى بقول لكم الصراحة الصراحة بقى مش حلوة مش حلوة طلعي الطرية من جوة اه ومعارفش تحسوها مع الجنة مش عارفة في ايه بالزبط تمام اه ايه السبب معارفش اه لكن لما تعمليها على الرخامة انت بتعرفي تفريديها حلو وبتبقي مقدرة السمك بتاعها قد ايه احسن من الكلام ده ما محبتهاش انا عملت كيلو وبعد بعملت كيلو ندمت فانا كنت عايزة المتابعة اللي كتبتلي اعملي ارئيش الصوج يا وفي انا نفسي اشوفك الشنجر وراك هجري علي واحوش فمسو ندمت ندمت بس هي عجبت الايه اللي ما عارفش عجبتهم ليه قلت خلاص مش مهم يلا كيلو عد انا جايبة تلاتة كيلو دي عشان كنت عايزة اعمل ليا اتنين كيلو والله المصالح على النبي يا رب اعمل كيلو كده الاختي يعني فقلت اعمل لها كيلو كده معي بصوا بعد هنا الوش طبعا انا هدهنه هرش عليه سمسم فالمهم الاول بادهنه كده باللبن العادي لبن عادي خالص نفوش اي حاجة اهو تمام انا لقيتهم بيعملوا كده في الفيديوهات انا بقول لكم بالصراحة يعني ده مش شغل انا خالص هتشوف شغل دلوقتي بص شوف بقى شغل وفاق بس بعد ما نخلص ايه البلوزة اللي انا بعملها دي تفرجي على الفيديو واستمتعي كده واخد مني الوصفة الحلوة بقى انا اقول لك الصراحة مش هطلع بفيديو خلاص وتعملي ورايا وبعد كده ايه ترقعي بالصوت زي ما انا عايزة ارقع بالصوت كده هي جاء رئيش الساجة ستة الكل اللي حضرتك اقتربتها مين اهو لقيتهم بيمسكوا الوش كده بيديوه فرشتين باللبن ويرش على سمسم ومنظر على الفاضي تمام انا طبعا ايه عملت صاج وركنته وجبت الصاج التاني اللي هو كده ايه الصاجين دول خدوا بالكو ها الصاجين دول عبال ما فردت خدوا مني كيلو خدوا مني كيلو بتاع الارايش بتاع بتاع دوت المكونات يعني اللي عملنا بها الارايش هو كيلو دي لما عملتها بقى على رخيمة انا رمت معي اكتر من كده معرفش عملت اربع خمس صاجات والله زي ما بقول لكم كده تقولوا ليه الصاج يا جماعة بيخمكوا وتفضل تفردي في الصاج وتملي فيه وتقول لنفسك ايه لا عشان يبقى سوى واحد مش عارف ايه وهي يا واغد عجيب من جوة قد كده اهو انا بعملها وعادي وقلت هتطلع حلوة زي ما انا ايه شايفها في الفيديوهات حلوة اهو اما عملوا حاجة اكتر من اللي انا عملتها والله زي ما بقول لك اهو اهو قطعتها وزبطتها وكمل الفيديو عشان مزعلش في اول الفيديو عملنا بلوزة حلوة ايه مش قادر اقول لكم من ساعة ما طلعت اونا عمال اقول دي بلوزة بلوزة دي بش ارى ايش خالص يعني في فيديوهات يا جماعة يوريكم الحاجة منظرها حلوة جدا لكن ما فيه الصراحة بقى ما فيهش امانة انا اقول لكم الصراحة ننجوها مع الجنة المشترية اللي هي القرائش اللي بستي بت اهو هقول لك بتخروش كده زي العشي الناشف كده وانت بتكليها لا مش هيه مش هيه خالص دي بنت عمه تختلف خالص اهو دهن الوش كده زي ما انا شفت في الفيديو انا بقول لكم والله الصراحة تمام تمام اهو وانا نشوف الجديد انتو عايزين اتطور قلت اتطور ياريتني ما كنت اتطور كنت وقفت كده ثبت اهو ماله اللي انا بعمله ماله فبصوا بقى نصيحة مني يا جماعة سبكم من حاجات كتيرة جديدة كده بتطلع الشغل اللي انت بتعمليه وعارفا انه هو حلو ما ما تغيرهوش خلو سبكم من الافتكاسات الكتير اللي بتطلع قدل ارائشة هي طلعت بصوا منظرها الله جميلة وجربي الوصفة وحطي لايك وهتدعي لي دعوتين او احتمال تدعي علي بعد ما تجربي لهذه الوصفة وانت مش شايفة حاجة اهو مش شايفة حاجة اه حلوة طلعة جميلة امر والله ما حلوة خلص اقول لكم الصراحة يعني اقول لكم الصراحة اهو الله خلاص انا طلعت كده صاج وصيب الصاج التاني وهنا بقى انا هعمل الارائش بتاعة وفاء مالها رائش وفاء ادي الصاج التاني او طلع بصوا شكلها خرافة تقولوا البتة عملت حاجة جمدها اهو الله لردية يعني انا مقطعها لردية تطلع من بعضها ولا تتعمل كممكن بقى اتحك عليك وقفل الكاميرا وطلحها من بعضها وفكها وقل لكم بص الجمال احطش لايك اهو لا انا وردكم والله لعزك حاسة ان انا عملت كيكة بس هبطة شوي والله ما حرمكم الفيديو ده والله ما حرمكم هورد كل حاجة على الطبيعة طبعا هي ديها رائش الصاجة هي ديها رائش الصاجة ست الكل اللي انت بتشوفيها والله ما في اي حاجة ما عملتاش من اللي هما بيعمروها يعني اهي كيكة بس كيكة هبطة كده يعني مم حمدت ربنا ان هي عجبة العيال يعني عشان ايه يقتل تاكل ده كيلو دي وفيه مكونات محطوطة مكلفينه فمش كل حاجة تشوفوها تجربوها يعني ممكن في ناس عشان ما نظلمش في ناس تعملها حلوة وتطلع الوصفة حلوة ممكن فيديو يقبلك حد مثلا بيغشك مثلا يقدملك وصفة مش قد كده تطلع ايه زي ما ايه طلقت معايا كده الحمد لله وحمدك وشكرك يا رب بص يا جماعة هنا معايا كيلو عجوة انا فكته كده عشان كان في التلاجة بقاله كم يوم جايبين فكته كده في الميكرويف عشان اقدر عجينها حطيت عليها معلقتين زبدة وعجنتها زي ما انتو شايفين كده حبها تكون ايه نعمة تمام انا عملت بقى كيلو آآ كيلو قرائش تاني اهو شيفوا آآ شيفوا مين شيفوا مين والناس نايمين ما علينا شوفوا بقى القرائش بتاعتي بقى اللي انا بعملها بصوا بقى يا جميع لما تعملي القرائش كده على الطبلية وتفريديها زي ما انا بعمل كده او تفريديها على الرخامة وانت وقفة كده آآ هتعرف السمك بتاعها قد ايه والقرائش لازم تكون ناشفة كده وحلوة اسمها قرائش امو اللي اسمها ايه لكن ايه بقعت الصوق ديت ده مش هينفع بس اقول الكلمة ديت دلوقتي امو بدا البتاع الجديد اللي تقول بصوا بقى العجوة ممكن افردها كده بس تحس ان ايه ايه هتلزق معايا وهتجنيني على الرخامة لا ممكن تفريديها برضو على ايدك تمام انا هعمل قرائش بالعجوة عشان عيالي نفسهم فيها بحمد ربنا جدا جدا ان انا ما عملتش كمان لابتاعة الصوق ديت بالعجوة يعني هيبقى عجوة وهيبقى كمان دي ايه راح مني لا ايدك تيه بص بقى العرقائش بتاعي تففة بقى حلوتيك يا بيت يا ففة فيش احسن من الصراحة ايا دي اقرقائش الصوق يا جماعة انا ما عجبتنيش عمتا وما فيش حاجة هم عملوا انا ما عملتهاش عشان اقولك مثلا دي بزت مننا لا ما هو 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 اللي بيعملوه بس احتمال في ناس بتخمك تقولك مثلا حلوة وهي مش حلوة لا اهو هي بقى دي الارقائش بتاعي انا حطيت العجوة وتانيت عليها العجين وفرتها كده اللهم صلى على النبي اهو وهنا بقى بشيل ازديادات كده الحروف ديت عشان احاول اطلحها بس ايه سوا بعض كده اهو تقطعيها بقى زي ما انتش عايزة وبعد كده منشيلها واحدة واحدة ونحطها في الصوق جوة ده اللي احنا نعرفه فخليكي على قديمه زي كده عشان انا بحب ايه اكون على قديمه يعني في افتكاسات كتيرة طلعت ممكن تودينا في حتة تانية احنا ما نعرفه بصوا بقى العجوة العجوة من جوة عاملة ازاي وشايفين بقى الارقائش حجمها عامل ازاي بس هو ده اللي احنا نعرفه لكن ولا صاج ولا احنا هنشوي على قرائش الصاج احنا نشوي سمك تخلينا في اللي احنا فيه دي القرائش بتاعت الامر عملت لهم بقى ايه كيلو العجوة ده كله بصوا انا عاملها ازاي اه طبعا انا بحطي في الفرن اللي هو الفرن اللي هو العادي بتاع البوتاجاز اه بشغل من تحت ومجرد ما اخدت وش خلاص من تحت انت بيديك كده بترفعها بتشوف هي اخدت وش ولا لا بقوم قفلة ومشغلة على طول الشوية على طول بصوا هنا انا بفردها عادي بيديا طالما انت خلاص طريتها كده بصي اهو بدل ما تعمليها برضو عرخامة وتلزق منك والجننك لا اهو عايز اقول لكم عيالي فضلوا ياكلوا بقى في اللي هي المعاجوة دي هتقول طولهم والله مش عجبتكم التانية قالولي لأ بس برضك احنا واخدين على دي وجميلة في يعني هي تراكنت مش عارفة وازحها المين يلا تتاكل على الشاي بلبن وخلاص واضي اه غلطة وعدت ومشتتكرر تاني فانا قلت ايه لأ فيه مطبع عالتلي هوافق اعملي ارائش الساج ماخش هاشوف ايه ارائش الساج دي بتقول لي ده كله بيعملها وشرحت لي وكده فانا قلت لأ عابدت تطوري يارتني ما كنت تطور مالو مالو خلينا على قديمه كده اهو طبعا بقى انا ايه عملت عملت كيلو في كيلو فعملت تلاتة كيلو عمتني يعني اثنين كيلو لي وكيلو لاختي وكده اهو تمام كده اهو رصستها كده وتعالوا بقى شوفوا انا لخصت انا عملت كل ده مع نفس دي الارائش بتاعة ففة لا عليك يا ففة هي دي الارائشة ناس هي دي الارائشة من قدمين وهي دي اه اللي انا ايه عدتها دي ارائش الساج بصوا على الارائش بتاعتي بصوا كده من جوة جميلة ازاي اهو ايه رأيكم بزمتكم خلينا كده يعني خلي كده في امانة يا جماعة خلي في امانة عشان الناس ما تحزبنش علينا اللي بتعمل ورانا اسمعوا مني والله اهو تمام هي اه اللي في النص دي اللي انا مش معترفة بيها دي ارائش ايه الساج تمام تمام بصوا على رائش بتاعتي الامر ديت انا عملت شوية سيدة اهو دي عملت شوية سيدة وعملت برضك شوية بالعجوة ومسمسم من على الوش ديت هي دي ارائش الساج اللي انا مش معترفة بيها خالص حبيبيا لا معرفش دي كيكة ولا دي ايه بالضبط مش عارف مش عارف شفت ارائش ففة حلوتي كابت يا ففة يخسارت كابت في اليوتيوب ده بص بقى جميلة ازاي والله عليك يا بيت يا وفي طبعا ما تنسوش اللايك وكومنت الحلو ويفعالي زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما نزل فيديو يجي يجيلكو اشعار بيا جماعة ازا كنت نزلت فيديو بالنهار او فيديو بالليل لازمان على كلمة الكل اتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار كده بالفيديو هيد خلصت على كده عايزة اقولكو عيالي بقى يحولوا منها وانا بعمل بالفة هنوشفة وقلت اعمل كده ايه شوية كده صغيرين مع شوية الكحك والحاجات اللي احنا جبناهم اللي هوريهم لكو فيديو ان شاء الله اقولكو بقى مع الفي سلامة واستنظر ان شاء الله فيديو جديد مع السلامة